نرجع تاني للنصايح بقى للشعر سقوط الشعر لأن دا لو ما جاوبناش عليه الناس هتزعل مننا جدا اللي هو؟ سقوط الشعر سقوط الشعر أنا أكتر حد بحب أن يتكلم فيه إلدكاترة بتاعت الجلد أنا بكلمك بخبرتي برضو عندهم ثقافة أكتر ليه لأنه هما بيتكلموا في البصيلة دي مش شغلتي أنا شغلتي الصاق أعالج الصاق إيه هو الصاق الشعرية نفسها أوكي بس دا مش العلاج دا علاج وقتي فأنا بتمنى الناس اللي بتعاني من سقوط الشعر لأن سقوط الشعر دا ممكن يكون مراسة هرمونات سبغة عملت غلط حاجة نفسية قلة أكل فلازم نعرف الأول إيه السقوط الشعرية بتسقط ليه وتتعالج وتتعالج داخليا يعني أكل بالبق يعني أكل فيتامينات دا أنا مفضل دا أحسن من مصفف الشعر بصراحة لا مصفف الشعر خليه علاج لك الشعر الهيش زي ما قلنا لو أنت جاية من البحر لو الشعرية بايزة من السابغة دي شغلتنا طيب معلش أنا عارفة أنه وقتنا بيجري الإكستانشن أكيد برضو فيه موضات الإكستانشن بتاع زمان غير الإكستانشن بتاع الأيام دي تاع زمان أحلى أنا عايز أعرف رأيك وإيه الجديد في الإكستانشن يا فاندم يعني حضرتك لما تحطي دابل فيس حاجة تلزقيها في شعرك وتيجي بعد كده تشيليها تطلع بالشعر أنا مش مقتنع بالكلام ده بس لازم أشتغلهم هو ده شغلي بس أحنا بنتكلم بأحنا أنا عايز الناس تستفاد أوكي ما وفيه ناس يعني هتقول أو ناس تقول لا إنما إن انت تلزقي شعر تقول شيليه أنا مش هكتنع بدا لأ فكانوا زمان بيلبسوا يالب يوريك حاجة جميلة جدا وهواني الويكز موضة جدا دي وقت وأمارات وبنات صغيرة أكسسرز زي الحلق وزي الحلق يعني هو أكسسرز يا إما بتحط اللي هي الكليبسات أوكي دول أروع حاجة وأشك حاجة بتشيليهم زي ما أنت عايزة وبتحطيهم لكن تلزقي هتحجي بنص الشعر والدابل فيس مشكلة فعلا شكرا